كثيفة هي رسائل الأيام القليلة الفائتة على خط واشنطن طهران تمر بالضرورة من أوروبا الشريك الرئيسي في الاتفاق النووي وتدور في إطار وحيد هو الإصرار على الدبلوماسية والعودة إلى الحوار ثلاث خطوات أمريكية إيجابية خطتها تجاه إيران إذ ألغت إدارة رئيس بايدن طالباً سابقاً لإدارة تراف وجهته لمجلس الأمن الدولي تطلب فيه إعادة فرض عقوبات دولية على إيران كما أعلنت الإدارة الجديدة تخفيف القيود المفروضة على تنقلة الدبلوماسيين الإيرانيين لدى الأمم المتحدة وقبلت دعوة الاتحاد الأوروبي لإجراء محادثات مع طهران لا بل أبلغت إسرائيل مسبقاً نيتها الإعلان عن الاستعداد للتفاوض مع إيران جاءت هذه المواقف بعد اجتماع افتراضي لوزراء الخارجية الفرنسي والبريطاني والألماني والأمريكي إن التزام إدارة بايدن بالانخراط دبلوماسياً مع إيران وأحياء خطة العمل الشاملة المشتركة كان واضحاً للغاية تحقيق ذلك فيما تهدد إيران بمزيد من عدم الامتثال ببروتوكولات الوكالة الدولية للطاقة الذرية أمر مقلق للغاية لذا نرغب في العمل معاً لتنشيط الدبلوماسية كي نتمكن من رسم طريق مناسب ومستدام إلى الأمام ظريف بدوره رسم خريطة واضحة للمسار الإيراني أزيلوا الأسباب إن كنتم تخشون النتائج مشيراً إلى أن الإجراء الإيراني جاء رداً على الانتهاكات الأمريكية والأوروبية وأن القرار الإيراني هو الرد على الأفعال بالأفعال فعلى الأوروبيين أن يدركوا أن الضغط على إيران لا يجدي نفعاً وأن التصريحات غير المفيدة لا قيمة لها بمجرد أن نرى تحركاً من جانب أمريكا وأوروبا لتنفيذ التزاماتهما سنرد على الفور ونعود إلى التزاماتنا ترقب الجميع الخطوة الأولى لا شك في أن واشنطن هي من اتخذتها وبين أن تكون خطوة ناقصة أو صوتية أكثر منها فعلية يبقى الجواب عند طهران على سؤال هل هي خطوة في الاتجاه الصحيح؟